السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيب قلبي اعملين يا رب تكونوا بخير يا رب حبيب قلبي رسالة النهاردة ليكم الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله هي لاب بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله لمن يريد حجز القراءة الخاصة حبيب قلبي لينك الأدمن في صندوق الوصف رسالة اليوم حبيب قلبي اللي منكم بيعاني في الفترة دي من قيود مالية أو من ديون أو من حاجة معينة تخص المال الباب هيتفتح قريب الحاجة الجديدة رب العالمين هيفتحها قدامك بإذن الله فقط أكد النمو يعني أكد ان ربنا هيسدم عليك أكد ان الحاجة اللي انت عايز فيها الحل في المال أكد ان المال جاي يعني افضل اعمل توكيدات إيجابية طول الوقت بإنك داخل على وفرة مالية علشان انت محتاج زي توكيدات يومية محتاج انك تقول يا رب كتير وترفع إيدك للسماء وتمتن وتشكر لان هنا طاقة الامتنان والشكر معك هتجيب لك الحاجة اللي انت عايزها وهتفك ديونك وهتبقى بإذن الله ما عليكش أي شيء من القيود المالية وحالة الوفرة هتزيد معك محتاج للشكر والامتنان كتير للبعض منكم بقى هنا انت محتاج انك تتدخر مال يعني ما تصرفش كتير يعني للبعض هنا انت مثلا انسان مصرف بتصرف بطريقة كتيرة جدا الوصلة معك لدرجة التبذير او مفيش حاجة قاعدة لدرجة انت بتقول مثلا اللي جاي على قد اللي رايح فهنا رسالة بتقولك حاول انك تتركن اموال على جنب تتدخر اموال لانك هتحتاج الاموال دي في الفترة اللي جاية ايا كانت بقى الاموال هتحتاجها في ايه عندك بنات عايزين يتجهزوا عندك اولاد عندك حد داخل على دراسة حد محتاج المال ده انت هتحتاجه في الفترة اللي جاية وهتحمد ربنا كتير جدا بان المال ده اصبح معاك او انك شلت مال على جنب لشيء معين زي ده كمان رسالة بتقول هنا للبعض انت بيتفتح لك باب للشفاء كأن ربنا بيشفيك من شيء بيشيل عنك شيء لو انت مثلا بتعالج نفسك كتير جدا من اصحار او من اعيون او مثلا انت انسان دايما العين صايباك او حاجة زي كده زي رسالة بتقول لك انت هتلاقي الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى في الفترة اللي جاية وكأن بيجي لك من عند الله ملائكة الشفاء بتشفيك من شيء معين انت طالب فيه الشفاء بقالك فترة حتى لو كان الشيء ده حسد لان ده واصلني هنا اني عندكم كتير ناس معيونة يعني كتير ناس بتبصلكم على الحاجة اللي في ايديكم ايا كانت يعني انتم محتاجين تحصين لان ايا كانت الحاجة اللي معاكم او اللي في ايديكم او اللي انتم بتسوع علشان تعملوها بتتنزر حتى للبعض هنا فيه علاقة محسودة فيه يعني انت مثلا الناس مش عايزك تكون فيه علاقة معينة اهل رفضين حد متدخل ناس حزداكم وخلي بالكم يا حبيب قلبي فيه حواليكم ناس بتخدعكم كتير يعني ناس كتير بتخدع ايا كان من الناس دي ممكن تكون اصدقاء ممكن تكون اقارب ممكن تكون جران ممكن تكون اي حاجة تتخيلوها هنا لان فيه عندكم زي عدوات بس انتم هنا واقفينوا بتتصدوا لاي حد يقف في طريقكم في الوقت ده يعني في الفترة دي انتم بتكونوا ناس عندكم طاقة شجاعة طاقة قدوم طاقة تصدي لاي حد يعني كأنكم بتقولوا من النهار ده مثلا هنوقف كل واحد عند حده مش اخلي حد يهددني مش اخلي حد يتكلم معي بطريقة غير لائقة مش اخلي حد انه يجي علي فيه طاقة تصدي وتخلي كمان للبعض منكم انت عايز تفتح الباب وتبعد عايز تبتعد عن قيود معينة عن حجم اي داك بخلي اياك مش قادر تخرج وحاسس انك مربط فانتوا هنا يعني كأنكم خلاص ابتديتوا على انكم تفتحوا البوابة وتخرجوا مش عايزين انكم تقعدوا في القيود دي كتير كتير منكم عندكم طاقة شفاقية في اديكم حبيب قلبي وتقدروا انكم تشافوا نفسكم من طاقة الحسد دي او حتى لو دي كانت طاقة سحر تقدروا انكم اتشافوا نفسكم بيها باذن الله باذن الله لو ايدك اتحطت على دماغك على جسمك على صدرك وقريت ما تيسر من القرآن الكريم عندك طاقة شفاق عندك اصلا من عند ربنا يعني رب العالمين حاطت لك طاقة شفاق في ايديك فمجرد ما تقرأ من القرآن هو القرآن نفسه شفاق ورحمة للمؤمنين وركزوا قوي على كلمة للمؤمنين للناس اللي بتؤمن ان القرآن هيشفيها وان رب العالمين حاطت في كل اية فيها شفاء ايات القرآن الكريم كلها فيها شفاء فيها دواء فيها يسر فيها وفرة يعني كل اية سبحان الله فيها شيء حتى فيها ايات للكشف يعني زي سورة الدخان دي مثلا لو قرأتها قبل النوم 3 مرات او 6 مرات او ضعيفة العدد بتكشف لك عن اعدائك في المنام هي اصلا صورة للكشف فكل حاجة سبحان الله في القرآن الكريم ليها حاجة عشان كده بقول لكم ايات القرآن الكريم كلها تتقري مش همسك ورد معين فقط واركن القرآن على جنب لا طبعا انا هحفظ الورد ده هفضل اردده كل شوية لكن القرآن الكريم نفسه لازم يتقري يخلص تعيدوه يخلص تعيدوه طاقة القرآن الكريم في البيت باستمرار بتخلي بيتك مضيق مضيق بالنور يعني ايه يعني بيكون فيه دايما انطقات نورانية كائنات نورانية ملائكة بتحاط بك من سماع القرآن الكريم فبيحصل معاك ان بيتك بينور ومدام حضرت الملائكة ذهبت الشياطين زي ما بقول لكم دايما اذا قرأت القرآن فاعلم ان ما فيش شيطان هيدخل بيتك يعني حتى لو العدوات دي عندكم او العداوة دي عندكم من الجن او من طاقات ظلمانية في بيتك بتجري بتهرب عليكو على القرآن الكريم هو يقدر انه يشفيك مفيش حاجة اسمها يقولك تشفيني بالسحر من على البعد ده انا هشفيك من السحر ده من على بعد لا انا اذا توصلت معي بديك الايات اللي مخصصة للسحر بديك الحاجات اللي مخصصة للحسد بقولك تعملها باعداد معينة وازاي لو انت مش قادر تقرأ هتخلي غيرك يقرأها لك علشان ساعات السحر بيكون مؤثر على الانسان لا بيقدر انه يسمع القرآن الكريم ولا انه يسمع الازان لو حتى الانسان ده مصحور سحر جديد يعني بيكون زي الاصحار السفلية والحاجات دي بيسمع الازان ينام يسمع القرآن ينام فمش هيقدر يقرأ لنفسه فيعني لو اخد مني ايات القرآن يديها لأي حد انه يقرأها له لكن حد يقولك انا هشفيك عن بعض يعني مش بصق فيها قوي بصراحة يعني عادي الانسان ممكن يقرأ القرآن في التليفون بس التقاط حبيب قلبي لما بتتصل سبحان الله يعني لما يكون الشخص ده قدامي بقرأ عليه بعمل فيه تقاط الشفاء بإذن الله من عند ربنا سبحانه وتعالى كله بالقرآن مفيش حاجة من غير قرآن كريم عشان تبقوا عارفين ما بتجيله الايات القرآن دي لما بيكون الانسان موجود ماشي انت بتتشافى بس انت بعيد مثلا هحطي ايدي عليك ازاي وهقرأ لك قرآن هو في التليفون وارد بس انت ممكن تتعب يعني الانسان لما بيجي يقرأ على انسان مصحور بيلاقيه ممكن يتشنك تحصل عنده تشنجات ممكن يرجع السحر اللي مأكول او مشروب فلازم يكون حد معاك يساعد ان الطاقة الظلمانية ما تتمسكش فيك او ان ما يحصلش عندك زي هجوم يعني كتير الطاقات الشفاء عن بعض بتكون يعني عايزة ناس اقوية اوي اوي تمام حبيب قلبي بس انتو عندكم طاقات شفاء تقدروا تشافوا نفسكم بنفسكم فما تحاولوش ان انتو تقولوا مثلا لا هنروح لحد يشوف لنا حاجة نتشافى لا انتو تقدروا انك تقرأوا القرآن وتتشافوا مفيش حاجة هتقرب منكم هتخرجوا من طاقة التقييد لان ممكن تكون طاقة القيد هي طاقة سحر وممكن انت بتبتعد عن الاشخاص دي عشان عارفت ان هما بيعملوا اسحار واكتشفت خداع واكتشفت حاجات معينة وزي ما تقولوا ان الوقت الالهي اتى يعني اتى الوقت الالهي علشان كده انت بتديت تتصدى وتتشافى تقدش فاء هنا كتير جدا من الاسحار ومن الحسد علشان كده انت جاء الوقت الالهي اللي تبعت فيه في منكم كتير مبتعدين وبيحاولوا كمان هنا يشفوا جرح قلب يعني كتير منكم قلبهم مجروح في علاقات حبيب قلبي هنا وفي حب بتحاولوا انكم تتشافوا ممكن يكون الحب ده حب مثلا لعائلة واكتشفت ان العائلة دي خداعتني حب لزوجة واكتشفت ان الزوجة دي كانت بتعملي مثلا اصحار ممكن حب لزوج واكتشفت ان الزوج ده تزوج علي او خداعني في شيء ممكن يعني ده وارد حبيب قلبي ده يعني زي امثلة بقولها لكم فانتو محتاجين انكم تعملوا توكيدات للشفاء وتقرأوا ما تيسر من القرآن الكريم وتعرفوا من ده الوقت اللي ربنا اراد فيه انكم تتشافوا او تبتعدوا عن الناس دي انتو محتاجين طريق العبادة طريق ربنا علشان تقدروا انكم تتشافوا والباب يتفتح ليكم زي بقول لكم باب الشفاء بيتفتح ليكم ويوجد هنا ملائكة الحب حواليكم حبيب قلبي ملائكة الحب هنا تعني يعني في ملائكة هنا بتخلي تدخل في علاقة فيها رعاية لحياتك فيها شفاء لحياتك في مساعدة الهية من ملائكة الحب هنا بانك تدخل في العلاقة المناسبة لك باني تفتح لك باب من باب الحب اللي مشروط من اشخاص حواليك علشان تطلع من اللي انت فيه وتكون في الطريق الجديد اكد الشفاء وقرب من ربنا واعرف انه مفيش حاجة هتفيدك الا انك لو قربت من ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة في حياتك بتتحل تواصل مع المصدر حاول انك ترفع ايديك للسماء وتدعي كتير وتواصله مع تقاط الارض والمية حبايب قلبي كتير منكم داخلين على فرحة جديدة ولادة جديدة لكم باذن الله بهجة وهتكون في حياتكم تغيير ايجابي باذن الله وكتير منكم محتاج للمية محتاج للمية في حياته المية والملح حبايب قلبي اعملوا شفاء بالماء والملح من التقاط السلبية انا خلصت الرسالة حبايب قلبي ربكم فدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته